اشتركوا في القناة السلام عليك يا أول مظلوم السلام عليك يا زوج البتول السلام عليك يا أخ الرسول يا ابن عم الرسول السلام عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ونحن في المكان الذي استشدت فيه أصبت فيه بيّنت في الحلقة الماضية ما قاله علي في علي ما قاله علي بن أبي طالب في علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة عظيمة موجودة في نهج البلاغة يقول فيها علي عليه السلام عن نفسه وعن أهل بيته وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمْ سِيْمَا هُمْ سِيمَ الصِّدِّيقِينَ وهذا لن العبارتين تكلمت بهما في الحلقة الماضية دعونا نكمل ونقول ما نفهمه من هذه الكلمات العظيمة يقول وَكَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَبْرَارِ أنا من قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم أهل حق وصلاب وخشون في الحق بحيث أخو الأمير المؤمنين لما راد منه أموال من بيت المال أكثر مما كان يعطيه علي عليه السلام شوال إمام علي لا تأخذه في الله لومة لائم أنا من هكذا قوم وقال أيضا أن علامات هؤلاء القوم علامات الصديقين واتكلمت عن مقام الصديقية بمقدار ما في الحلقة الماضية الدور شي يقول أمير المؤمنين يقول كلام هؤلاء القوم الآن منهم كلام الأبرار والبر والأبرار مقام آخر عظيم أشار له القرآن الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذا معناه أن مقام البر مو مقام سهل مقام كبير عالي بحيث لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون الله تعالى طلب منا أن نطلب منه أن يميتنا مع الأبرار توفنا مع الأبرار وهذا معناه أن الأبرار من أهل النجاة والسعادة وإلا كيف نطلب من الحق تعالى أن يتوفانا معهم وهم ليسوا كذلك لابد أن يكونوا كذلك من أهل السعادة ومن أهل المقام العالي ومن أهل الخير في الدنيا والآخرة ولهذا نطلب من الله تعالى أن يتوفانا معهم أن يتوفنا معهم توفنا مع الأبرار الأبرار في سورة الإنسان في سورة الدهر هم هؤلاء القوم اللي علي منهم أو علي على رأسهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار هؤلاء الأبرار اللي يشربون من كأس كان مزاجها كافورا هم في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يعني هؤلاء الأبرار اللي أطعموا الطعام لثلاثة أيام والقرآن الكريم وثق هذه الحادثة بسورة كاملة ذكر فيها كل نعم الجنة إلا الحور العين احتراماً للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء وتقديراً لها واحتراماً لها وحفظاً لخصوصيتها ومنزلتها عليها السلام ولهذا ما ذكر الحور في سورة الإنسان كرامة لسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين عليها السلام إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ بعدين الآيات تقول يطعمون الطعام فالأبرار هم هؤلاء الامام علي يقول هؤلاء القوم الآن منهم كلامهم كلام الأبرار هو شنو كلام الأبرار في سورة الأبرار في سورة الإنسان في سورة الدهر في سورة يطعمون الطعام اللي هم علي وأولاد علي وزوجة علي فاطمة الزهراء إنا نخاف من ربنا يوما إنا نخاف الأبرار يخافون من الله الأبرار يعبدون الله الأبرار يطيعون الله ولا يعصونه الأبرار ينفقون ما يحبون الأبرار يطعمون الطعام على حب الله وكل هذه الصفات في علي وأولاد علي عليهم السلام كل هذه الصفات وغيرها من الصفات الحسنة في علي وأولاد علي عليهم السلام جميعا الإمام علي يقول أنا من قوم كلامهم كلام الأبرار وهم الأبرار وهم المقربون ومقام المقربين أعلى حتى من مقام الأبرار وأهل البيت عدهم هذا المقام وذاك المقام وكل المقامات العالية لهم عليهم السلام هكذا يقول علي في هذه الخطبة العظيمة أكرر يقول وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمْ أخوي شويت آن بالحق بعد سيماهم سيم الصديقين وكلامهم كلام الأبرار بعد يا أمير المؤمنين يقول آن من قوم عمار الليل ومنار النهار الله أكبر منار أعلى من النهار عمار الليل ومنار النهار طبعا عمار الليل بالعبادة أنا من قوم ما ينامون بالليل أهل صلاة أهل تهجد قيام وبالنهار أنا علم للهداية فأجيب الناس لله وأنقلهم من الظلال والإنحراف إلى الهدى إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم من هاد النبي قال يا علي أنا المنذر وأنت الهاد ولهذا يقول آن بالنهار منار وآن بالليل قيام لله تعالى أنا من هؤلاء القوم اللي يهدون الناس بالنهار ويقومون للعبادة بالليل فأنا وقت كل لله ليلا ونهارا وقت لله تعالى طبعا هاي هنبيها إشارة إلى سورة الفرقان القرآن لما تكلم عن عباد الرحمن في سورة الفرقان قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون هاي بالنهار وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة بالليل القرآن يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون لربهم سجدا وقياما هاي سجدا وقياما بالليل ويتعاملون مع العباد بلطف في النهار يعبر يعبر هاي القرآن هاي القرآن هتش يعبر عنه الإمام علي يعبر عنه عمار الليل ومنار النهار يعبر عنه موضى الموحدين يعني شو يريد يقول يريد يقول أنا من أنا عباد الرحمن وأولادي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وزوجتي عباد الرحمن وأولادي عباد الرحمن هؤلاء العباد اللي أشارنهم تعالى في سورة الفجر فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي عبادي في سورة الفرقان عباد الرحمن في سورة الإنسان عين يشرب بها عباد الله يتفنن القرآن يتفنن القرآن عباد الله عبادي عباد الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده يتفنن ببيان عبودية هؤلاء الإمام علي في هاي الخطبة يقول أنا من هؤلاء القوم اللي هم عمار الليل بالعبادة طبعا ومنار النهار أعلام النهار أعلام الهداية في النهار يا أمير المؤمنين المرتضى إن قلبي عندكم قد وقفه كلما جددت متحي فيكم قال ذو النصب نسيت السلفة من كمولاي علي زاهدا طلق الدنيا ثلاثا ووفا من دعي للطير أن يأكله ولنا في بعض هذا مكتفى من وصي المصطفى عندكم ووصي المصطفى من يصطفى ووصي المصطفى من يصطفى صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا باب مدينة العلم صلى الله عليك يا باب مدينة الحكم رزقنا الله في الدنيا زيارتك رزقنا الله في الآخرة شفاعتك رزقنا الله خدمتك رزقنا الله السير على هداك الاستقامة على ولايتك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في روايات المعصومين استقاموا على ولاية أمير المؤمنين وأولاد أمير المؤمنين من بعده كابر بعد كابر الله يرزقنا الاستقامة على ولايتك يا أمير المؤمنين لا فرق الله بيننا وبينك بمحمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين